تسأل تقول في عبارة انتشرت عندنا يقول للشخص أني أنا أعمل اللي علي والباقي على الله يقول يعني ما حكم ذلك أختي أمار و بارك الله فيك بالنسبة لهذه الجملة و العبارة تحتمل معنى صحيح و تحتمل معنى باطن المعنى الصحيح أن الإنسان يقول والله هذا مبلغ علمي و قدرتي و عملي و سأل الله تعالى أننا يعيني على الباقي فأنا متوكل عليه يعني هذا الذي يظهر لي بأن نحسن الضم بالناس يقول يعني عملت اللي علي و الباقي على الله لأن أصره متوكل على الله عز وجل لكن يقول هذا مبلغ علمي و هذه قدرتي و هذه استطاعتي و هذه إمكاناتي و الباقي ما استطيع لي أنا متوكل على الله عز وجل المعنى المحظور الممنوع الذي ما ينبغي إذا قال والله أنا عملت هذا لأني أنا عندي قوة و قدرة و كذا و الباقي على الله عز وجل كأنه اللي عمله بمعزل عن الله عز وجل الغني القدير القوي سبحانه وتعالى لا شكر بأن هذا معنى باطل لكن يا أم أروى أنا لو يعني الشخص الذي يقول هذا الكلام لو تكلمت معه قل ماذا تقصد يقول لا لا ما قصد أنا كل أصر و كل متوكل على الله و عموما ينبغي للناس يعني أن يبتعدوا عن الألفاظ المشتبهة اللي فيها اشتراك ينبغي للناس أن يبتعدوا عنه و ما في داعي لمثل هذا الكلام إني توكلت على الله ربي و ربكم و أفوض أمري إلى الله يعني هكذا الإنسان ينبغي أن يبتعد لكن إذا صدرت مثل هذه الجملة المحتملة نحسن الظن و نعلم بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر